وعليقة الحبيبة السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزيه ونفخيه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاماً على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد أحبات الكرام مرحباً بكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي امتداد للحلقة السابقة التي هي بعنوان إني أنا أخوك واسمحوا لي أن أرحب مع حضرتكم بفضلة الشيخ عبدالله بدر ذلكم القارئ الشاب صاحب الصوت الندي المميز الذي أسأل الله تبارك وتعالى لي وله التوفيق والسداد أرحب بفضلة الشيخ عبدالله بدر مع حضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أنا سعيد جداً وفرحان أنك معي أنا فرحان أكتر والله وأنت نورت قناة الرحمة ونورت برنامج نظرة النعيم الله يبرك لك وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد ونعايزك بصدقك الجميل الندي ترحب بالجمهور إن شاء الله أحبا أيام الألف آد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق أردتم رضى الرحمن قلباً وقالباً وما أرادوا إلا حقير المزالق سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام إنه الإسلام إنه الإسلام أمي وأبي شكراً لكم تذكرون أننا في الحلقة الماضية دعونا المسلمين ودعونا المؤمنين أن يطاهروا القلوب من الأحقاد فلا يجعلوا القلوب مستعمرة للأحقاد ودعونا أحبابنا أن ننسى عذاوة الأمس بمصافحة اليوم ودعونا أحبابنا أن يلتمسوا أعضاراً لبعضهم ودعونا أحبابنا أن يتآلفوا وأن يتحابوا لله وبالله ومن أجل الله فإن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله عز وجل فمن أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان كما بيّن لنا ذلك المعنى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم والله تعالى مدح الأنصار فقال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله الله تعالى مدحهم بأن قلوبهم طاهرة يدعون لأنفسهم ويدعون لمن سبقوهم بالإيمان سائلين الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا واستشعرين رأفة الله ورحمة الله عز وجل وما أحواجنا أيها المسلمون عباد الله أن ندعو بهذا الدعاء آناء الليل وأطراف النهار نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا مستشعرين رأفة الله ورحمة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بل إن الله تعالى زكاهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والله يا مسلمون كنا نرى في المعارك الصحبي يدخل على ابن عمه يحمل إداوة الماء وابن عمه في سكرات الموت وعطشان فيقدم له ابن عمه قطرات الماء يقول له إن أخي أحوج إلى الماء مني فيذهب بالماء للثاني فيقول إن أخي أحوج إلى الماء مني فيذهب بالماء إلى الثالث فيقول إن أخي أحوج إلى الماء مني فيعود بالماء للأول فيجده قد لفظ أنفاسه ومات ويرجع للثاني فيجده قد لفظ أنفاسه ومات ويذهب إلى الثالث فيجد الثالث قد لفظ أنفاسه ومات ماتوا جميعا وهم عطاشا وصدق فيهم قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وحنسمع إن شاء الله من الشيخ عبد الله هذه الأبيات الجميلة التي تصف معنا الأخوة أخوك الذي إذا عثرت أنهض من عثرتك أخوك الذي إن عثرت أنهض من عثرتك وإن ظهرت خلة له سد من خلاتك يزينك في حضرتك ويرعاك في غيبتك شريكك في محنتك وأنسك في نعمتك هذه هي المعاني التي رب الإسلام والمسلمين عليها نعم المؤمن أخ المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إننا نستقي الأخلاق الفاضلة من حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسلماته عليه الذي علم الدنيا التواضع وعلم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الخلق ماذا أقول أنا وماذا يقول الشعراء والبلغاء بعد قول رب الأرض والسماء وإنك لعلى خلق عظيم نعم يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك أصعد طيب الكلمات وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات نعم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم ما كان يغضب لنفسه أبدا بل كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغضب فقط إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي مغضب فلا يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رضي كان الواحد منهم يلقى النبي المصطفى فعندما يتعامل معه ويرى أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج من عند رسول الله وهو يقول جئتكم من عند أحسن الناس جئتكم من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الحبيب المصطفى وهو ينام تحت ظل شجرة فأتي رجل مشرك هو سيد في قومه سحب سيف رسول الله من فوق الشجرة فقد كان النبي المصطفى متعبا نام تحت ظل الشجرة فأتى الأعرابي وسحب السيف ونادى على رسول الله وقال يا محمد فالتفت النبي إليه والسيف في يد هذا المشرك يقول يا محمد من يمنعك مني فيقول له النبي المصطفى بكل يقين الله فارتعد بدنه وسقط السيف فأخده النبي المصطفى وقال من يمنعك أنت مني الآن قال يا محمد كن خير آخذ قال عفوت عنك ولكن ألك أن تسلم قال أما الإسلام فلا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلنك مع قوم يقاتلونك قال اذهب قد عفوت عنك الرجل لا يصدق نفسه السيف كان في يدي وبمنتهى السهولة يقول لي عفوت عنك دخل على قومه وهو سيدهم وهو أميرهم يقول لهم جئتكم من عند أحسن الناس جئتكم من عند محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وكلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فقالوا جميعا عن بكرة أبيهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله بأخلاقه بموقف عفو واحد أسلمت أمة وأسلمت قبيلة بل انظروا إلى هذا المشهد من رسول الله أعرابي دخل المسجد وكشف عن سوءته وتبول فتناوله أصحاب رسول الله وأرادوا أن يمنعوه من البول فماذا يحدث أحبة الكرام نظر إليهم رسول الله وقال لا تزرموه وطركه حتى انتهى من بولته قال صبوا على بولته ذنوبا من ماء ثم أقبل بينه وبين الأعرابي وقال يا أخانا إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت للذكر والعبادة والصلاة فدخل الرجل على الماء فتوضأ ودخل ليصلي ورفع كفة ضراعة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا فقال له الحبيب المصطفى لقد تحجرت واسعة يعني كان ينبغي عليك أن تدعو لنفسك وللنبي وللمسلمين والمسلمات فرحمة الله تعالى واسعة ولكن الأعرابي ما دعى بهذا الدعاء إلا بعد أن التقى بصاحب الخلق العظيم وناله من رحمة النبي المصطفى الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى في رحمته فقال ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم بل قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا مسلمون كان المشرك يأتي يتعامل مع رسول الله فيرى أخلاقه فيسلم ويقول كان وجه محمد أبغض الوجوه إلى وجهي الآن صار وجه محمد أحب قلوب البشر إلى قلبي فتعالوا نسمع الثناء على رسول الله بهذه القصيدة من الشيخ عبد الله وهو يسني على الحبيب المصطفى والنبي المكتبة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأعراب والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد أشرف الأعراب والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسول الله قاطبه محمد صادق الأقوال والكلم محمد محمد سابت الميساق حافظه محمد طيب الأخلاق والشياني صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم فتعالوا نتعلم من أخلاق الحبيب المصطفى والنبي المكتبة صلى الله عليه وسلم إن الإسلام علمنا فنا عالميا اسمه فن المداراة والمداراة أحبة الكرام أن نتنازل عن حق لإعطاء حق أو لأخذ حق وإياكم أن تظنوا أن المداراة هي المداهنة لأن المداهنة هي تنازل عن حق لإعطاء باطل أو لأخذ باطل المداراة هي فن التعايش أحبة الكرام من لم يداري تعب في حياته ومن دار الناس جميعا استراح في حياته والمداراة أحبة الكرام نحتاجها في التعاول مع الزوجة والولد والجار ورئيس العمل بل والله نحتاج المداراة حتى مع الدابة إن لم يداري الرجل دابته جمحت منه أقول أكرر المداراة هي فن التعايش مع الناس الكلمة الجميلة الرفق في التعامل أحبة الفضلاء الأخيار الخلق الجميل الكلمة التي تقطر الشهد والعسل إن إسلامنا في أجل صوره ومعانيه قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا فينبغي علينا أحبة الفضلاء أن نمسك الكلمة القبيحة طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه إن ابن القيم قال كلمة رائعة إن السكينة إذا دخلت القلوب خشعت القلوب وفض الخشوع من القلوب إلى اللسان فلم ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة بل إن السكينة هي التي تردع اللسان عن فحش القول وهجره نعم الإيمان لابد أن يكون له بصمة في حياتنا أحباب الكرام لأن لو تأملت في الإسلام فرائضه ونفله سأجد الإسلام يدعون إلى مكارم الأخلاق قال النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نعم الإسلام كله يدعو إلى مكارم الأخلاق أنت تصلي وأنا أصلي قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم مبارك عليه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنت تصوم وأنا أصوم والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغ والرفث اللغو الكلمة التي لا معنى من ورائها والرفس هو الكلام الفاحش البذيء فينبغي على الإنسان أن يصوم عن الأخلاق الرزلة والندلة بل إن الله تعالى هو الذي قال خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الإسلام برمت حتى الإيمان قال النبي المصطفى والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقة نعم فإسلامون أحباب الكرام يدعو إلى الأخلاق الجميلة من درس الإسلام لابد أن يكون صاحب خلق يقول ابن القيم الخلق هو الدين فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين أقول أكرر يقول ابن القيم الخلق هو الدين فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين ولكن إذا أردنا أن نتعرف على المداراة فتعالوا أحبات الكرام نتأمل الحبيب المصطفى وهو يداري أحد السفهاء الجهلة هذا رجل أراد أن يقتحم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتحم على رسول الله داره فدخلت أمنا عائشة تقول له يا رسول الله فلان يريد أن يدخل عليك قال أزنوا له بئس أخ العشيرة ولكن لما دخل تطلق النبي المصطفى في وجهه وألان له القول حتى صرف فلما انصرف قالت أمنا عائشة ما الذي رأيته يا رسول الله إن الرجل قبل أن يدخل عليك قلت بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة ولكن لما دخل تطلقت في وجهه وألمت له القول قال ومتى عهدتني فاحشا يا عائشة متى جربت علي فحش القول أو فحش العمل إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه يعني لو أنه يوجد بيننا رجل الناس يهابونه للسانه وسطوة يده والكل يرتعد منه والكل يتجنبه خوفا من لسانه وخوفا من سطوة يده هذا سيكون شر خلق الله منزلة عند الله تعالى بنص كلام رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه نعم بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يكون شديدا ولا بد أن يكون فضا غليظا من أجل أن يهابه الناس وهنا أقول وأذكر بقول النبي المصطفى ليس الشديد بالسرعة يعني ليس الشديد الذي يسرع الناس ويغلب الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عندما تملك نفسك عند الغضب فقد انتصرت على أربعة على نفسك وعلى شيطانك وعلى أخيك وعلى شيطان أخيك نعم عندما تملك نفسك عند الغضب أخي الكريم وتمنعها من الفضاضة والغزة كم لك من الأجل عند الله عز وجل وأنت الرابح كثير من الناس في السجون ارتكبوا جرائم قتل لأنهم لم يستطيعوا أن يمتلكوا أنفسهم عند الغضب الآن هو في زنزامته يذكي ويقول أنا تسرعت وكنت أستطيع أن أعالج الأمر بأفضل من هذا يا ليته ضربني وعدت إلى داري مضروبا ولم أتقدم لقتله ويريت الشيخ عبد الله يقرأ لنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعم بل إنني أقول من فوق هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة الفضائية أحباب الكرام الفضلاء كم من رجل لم يملك نفسه عند الغضب أحبات الفضلاء وطلق امرأته عند الغضب عندما قالت له طلقني فطلقها في ثلاث مجالس متفرقة وتخرب البيت والذي دفع فاتورة الحساب هم الأبناء نعم يأتي في لجان الفتوى يبكي بعد أن ضاع البيت وتخرب وألقى يمين الطلاق على امرأته في ساعة غضب ارجعوا إلى كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست الشديد بالسرعة يعني ليست الشديد الذي يسرع الناس ويغلب الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يا ليتنا نتعامل مع بعضنا أحباب الكرام بهذا الأدب السامق الذي استقيناه من أخلاق الحبيب المصطفى والنبي المكتبة صلوات ربي وتسلماته عليه كثير من الناس ضاع منهم الحب لا يوجد لمصطلح الحب مكان في حياتهم ولكن المسألة كلها مصالح شخصية شيلني وأنا شيلك اقطع لي وأنا ارميلك إنما مصطلح الحب لغي من حياتهم تماما وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية إن أجمل جملة نقرأها في كتاب الله عز وجل يحبهم ويحبونه عندما نتعامل مع بعضنا أنا مسلم وأنت مسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وأكل ذبيحتنا فهو أخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا فلا تخفروا الله في زمته ولا تخونوه وتعالوا نسمع من الشيخ عبد الله كلمات تقطر الشهد والعسد صدق هذا المعنى أخوك يناديك فيقول انصفني فأنا أخوك أتينا للحياة فلي نصيب كما لك أنت في الدنيا نصيب فلم تعدو وتغصبني حقوقي وتطلب أن يسالمك الغصيب أعدلك قال أعدلك قال أعدلك قال أن أسعى وتجني وأطلب المعاشى فلا أصيب فانصفني ولا تجحف إني أخوك إذا دهى الخطب العصيب أخوك إذا دهى الخطب العصيب الله 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 يا ليسنا نستشعر هذا المعنى والله يا مسلمون إن الأخوة في الله أعظم من أخوة النسب ربما نزل اثنان من بطن واحدة والله تعالى يفرق بينهما يوم القيامة هذا في السعير وهذا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختدر أما المسلمون الذين تعرفوا لله وبالله ومن أجل الله الله تعالى هو الذي قال عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بل إن الله تعالى زكاهم بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صرر موضون اسمعوا متكئين عليها متقابلين يعني الله تعالى أعد لهم أسرة من سوجة بجواهر الجنة يجلسون متكئين الوجوه في الوجوه من هم يا ترى الذين تعرفوا في الدنيا لله وبالله ومن أجل الله بل إن الله تعالى يرطاهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء لماذا؟ لأنهم كانت كل انفعالاتهم لله جل وعلا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه بيّن بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أننا إذا تحاببنا لله وبالله ومن أجل الله كان الجزاء عند الله تعالى من جنس العمل قال الله تعالى حقّت محبتي للمتحابين فيه حقّت محبتي للمتزاورين فيه حقّت محبتي للمتبازلين فيه والله الله إن أحبنا الله كم ستأتينا المكافآت من الله جل قدرته وتباركت أسماؤه يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين نعم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وهنا ملمح جميل أقرأه للمفسرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قالوا لما اتفقت محبتهم مع محبة الله جل وعلا أحبهم الله جل وعلا ارتضوا الطهر فهم أطهار في سلوكهم وفي اعتقادهم حتى في المكان الذي يجلسون فيه قلوب طاهرة تآلفت لله وبالله ومن أجل الله فكان نصيبها أن يحبها الله جل وعلا والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض اللهم اجعلنا ذلك الرجل يا من تقول للشيء كنت يكون نعم أحباب الكرام الأخيار يا ليتنا نتعامل بهذا المعنى ولكنني في هذه العجالة أحباب الفضلاء لا أريد أن أقول أن هذا المعنى يتعامل به المسلمون مع بعضهم فقط ولكن الإسلام أمرنا أن نتعامل به حتى مع غير المسلم نعم أقول أكرر نتعامل بهذا الخلق مع غير المسلم نحن ننسى دعوة غير المسلم للإسلام بأخلاقنا وسمتنا وأعمالنا نحن ننسى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبرك عليه لما التقى بعدي بن حاتم وكان رئيسا للنصارى النبي المصطفى هش وبش في وجهه وقال أنا لن أكرمك لا في المسجد ولا في الشارع ولكن سأكرمك في داري سأكرمك في داري وأخذه النبي المصطفى ولم يكن في دار الرسول الله إلا وسادة واحدة قدمها لعدي بن حاتم وجلس النبي المصطفى على الأرض وعرض عليه الإسلام فقال يا محمد أنا على دين قال أنا أضرى بدينك منك ألست على الركوسية قال بلى والركوسية مذهب من مزاهب النصارى قال ألست على الركوسية قال بلى قال ماذا تأخذ من غنائب قومك قال المرباع يعني ربع الغنيمة قال هذا حرام عليك في دينك فلما علم عدي أن النبي المصطفى يعلم دينه أكثر مما يعلمه هو أسقط في يده فقال سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم لماذا لا تريد أن تدخل في الإسلام إنك تنظر إلى ضعف المسلمين وإلى فقرهم والذي نفس محمد بيده لا يكثرن المال في أمة محمد حتى يخرج الرجل بصدقته وزكاته لا يجد من يأخذها منه لكثرة الثراء في أمة رسول الله والذي نفس محمد بيده لتملكن أمتي كنوزة كسرى وقيصر ولتنفقن جميعا في سبيل الله والذي نفس محمد بيده لتخرجن المرأة من الحيرة حتى تصل إلى بلاد الحجاز لا تمس بأذى لا في ذهابها ولا في إيابها فقال عدي بن حاتم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا ثم قال عدي والذي نفس عدي بيده لقد كنت أنا من الجنود الذين ملكوا كنوزة كسرى وقيصر ورأيتها جميعا تنفق في سبيل الله عز وجل الله 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 هذه هي أخلاقنا هذه أخلاق نبينا صلوات ربي وتسلماته عليه مع غير المسلم فليسمع العالم بأسره وليتعلم من أخلاق النبي المصطفى صلوات ربي وتسلماته عليه نحن يا مسلمون لا نحكم على الإسلام بأخلاق بعض المسلمين أبدا فهناك من المسلمين من لم يتعلم دينه ولم يأخذ بأخلاق حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم فيأتي رجل فيجد أخلاقا رزلة من مسلم أو من مسلمة فيحكم على المسلمين هذا ظلم هذا ظلم أحبتي الكرام الأخيار أي نعم هناك من يتعلمل مع الناس بفضاضة ويتعامل مع الناس بأخلاق ندلة ورزلة هل هذا به نحكم على الإسلام والمسلمين لا يا أحبة الكرام وسأضرب مثل يعني من القصص الذي سمعته أن بعض الشباب العرب ذهبوا إلى دولة أوروبية فسكنوا عند برأة عجوز على غير ملة الإسلام فمكسوا عندها وفي نهاية الشهر هاربوا ولم يدفعوا الأجرة فتمر الأيام ويأتي شاب مسلم صالح تقي هو قرآن يمشي على الأرض استقى تعاليم الإسلام من القرآن ومن السنة وتعلم من أخلاق رسول الله فلما أراد أن يسكن عند هذه العجوز أحبة الكرام الفضلاء قالت أنا لن أسمح بتسكين مسلم إنكم لصوص قال ولما فقصت عليه القصة قال لها هؤلاء مسلمون جهلة لم يتعلموا دينهم ولكن اسمحي لي أن أدفع لك الأجر مقدما هو يقول كان الأجر عاليا وظللت أحسن إليها وأتودد إليها وأقدم لها من الإحسان وأبرز لها أخلاق الإسلام حتى حان وقت الرحيل وجدتها تسكب الدمعات وهي تقول يا ولدي لا تمت إلا على هذا الدين دين الإسلام نعم لنا لو قدمنا من أخلاقنا وتعاملاتنا مع غير المسلمين والله لن يسعهم إلا أن يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله نعم أحبات الفضلاء الأخيار لا بد أن نتعامل بهذا الخلق ولكن أحبات الكرام عندما أقول المدارة فن عالمي علمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه هو فن التعايش مع الناس أريد أن أذكر في هذه العجالة بقول النبي المصطفى إن الله يحب الرفق في الأمر كله وأنا أريدك أخي الكريم الفاضل أن تجرب فيه تعاملاتك مع الناس وأنت تتعامل مع الناس جرب أن تعالج مشكلة بالمدارة بالرفق وجرب أن تعالج المشكلة بشيء من الفضازة والغلزة عندما أعالج المشكلة بفضازة وغلزة إنها بني الناس وأطاعوا أمري سأجني من ورائهم منافقين أما إذا تعاملت معهم بالرفق وتعاملت معهم بالإحسان وأقنعت الرجل بالمطلب الذي طلبته منه سيؤدي العمل بشيء من الإخلاص وبشيء من الإحسان لأنه يعمله عن حب ويعمله عن اقتناع استطعت أن أجني وده بحسن تعاملي معه وهكذا كان الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلواته ربي وتسلماته عليه واسمحوا لي أحبات الكرام في هذه العجالة أذكركم بشاب من المسلمين أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله كان الله تعالى قد وسع عليه فمر بسيارته الحديثة في وقت نزول المطر وكان بعض الماء الراكد قد استقر بجوار بعض الأرصفة وكان بجوار رصيف من الأرصفة شباب لبسوا السياب البيض وجلسوا يتسامرون فهو بصرحة شديدة داسة على الماء فانقلبت المياه على ملابسهم البيضاء وعلى وجوههم فانقلبت الملابس البيضاء إلى سوداء وأثر الماء الراكد على وجوههم وعلى شعورهم فقاموا يصرخون ويشتمون فعاد بمنتهى الرفق وأنزل زجاج السيارة وقال سامحوني والله ما رأيت الماء وأنا والله في قمة الحزن عليكم وإن كانت ملابسي تنفع أن تلبسوها أخلعها لكم ولكن والله لا أملك إلا الاعتذار سامحوني يا أحبابي هذه الكلمة الجميلة وهذا الرفق وهذا الخلق جعلهم يقولون ما الذي حدث إنها قطرات من الماء والله لن تذهب حتى نتعش سويا وجلس معهم وتعش معهم وأخذ أرقام هواتفهم وصارت علاقة ومودة بكلمة طيبة وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول الكلمة الطيبة صدقة وتعالوا معنا نسمع الشيخ عبدالله بدر وهو يقول لنا إن المكارم أخلاق مطهرة إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعفو ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها أحباب الكرام تعالوا نزرع الحب بيننا وبين إخواننا وأحبابنا بكلمة طيبة بطلاقة وجه بنفع متعدي نعم الله الله على النفع المتعدي أحباب الكرام تعالوا نزرع الحب بكسرة خبز بقطعة قماش بجنيه ولا تحقرن من المعروف شيئا أخي الكريم أريد من الطبيب أن ينفق من طبه وأريد من تاجر الطعام أن ينفق من طعامه يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أطعم مسكين على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مسلما على ضمئ سقاه الله من أنهار التسنيم وأنهار التسنيم أعلى شراب في الجنة أحباب الكرام أريد من أحبتي المدرسين أن ينفقوا من علمهم أفضل الصدقة تعليم الجاهل نني بكيت والله يا أحبتي الكرام وأنا أطلع على رجل فاضل من مدرسي اللغة العربية في بداية العام الدراسي دخل من أجل أن يدرس الصف الثالث الأعدادي فوجد صبيا أمزق السياب عليه علامات البؤس والفقر ولكنه كان نابغا فقال يا ولدي خبرني بقصتك فقص عليه قصته فقال يا أستاذي ويا تاج رأسي كنا في بلهنية عيش وكان أبونا يغزون بالنعيم ولكن مات أبي وتجرعنا الذل من بعد عز والله لا نجد القوت الضروري إلا بشق الأنفس فرق له المدرس وقال يا ولدي والله أنا لا أملك إلا اللغة العربية سأعلمها لك مجانا وسأتيك بمراجع الخصوصية مجانا وكان إذا قبض المرتب يقدم له بعض الدريهمات وكان إذا طبخت زوجته شيئا من الطعام يقدم له ولأمه مر العام الدراسي بسلام وكان هذا الصبي اليتيم الأول على دفعته من غير منازع أحبته الفضلاء ولكن تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها ويمرض هذا المدرس بمرض من أمراض الشيخوخة وسبحان ربي العظيم يذهب إلى المستشفى فيقول له طبيب مخلص يا أستاذي قد قرر لك عملية لا تجريها في المستشفيات العامة ولكن لا بد أن يجريها لك استشاري خاص حاذق في هذا المرض بيع أي شيء في الدار وصحتك أغلى من كنوز الدنيا فأسند المدرس رأسه على جدار المستشفى وظل يصب من دمعاته وهو يتذكر فقرة فليس في البيت شيء يباع ليس إلا أثاث أكله السوس وهو يبكي مكاء فلق كبد إذا بشاب يربض على كتفه ويقول له لا تحزن ولا تبتأس يا أستاذي فأنا الاستشاري الذي سأجري لك العملية في مستشفى الخاص وأبشر مصاريف العملية كلها من جيبي وهذا رزق ساقاه الله إليك فلا تتكلم وأجريت العملية أحباب الكرام والمدرس تستفيق من البنج فنظر فوجد وجها مشرقا بالإيمان وعليها أضواء طاعة وعليها أنوار العبادة قال يا أستاذي وأنت تستفيق من البنج انظر إلى هذا الوجه هل رأيته من قبل فقال يا ولدي أتذكر من؟ وأنسى من؟ مر علي آلاف الطلبة قال ولكن هذا الوجه لم تنساه أبدا أنا اليتيم يا سيدي الذي علمته من أجل الله أنا اليتيم يا سيدي الذي أطعمته من أجل الله اعلم أن جميلك لم يذهب عند الله هضرا ولا سدا لقد ادخراه الله لك ليوفيكه في أحوج ما تكون إليه من أجل ذلك أن أقول اصنعوا المعروف في أهله وفي غير أهله واعلموا أن الله تعالى لا يضيع عنده بر ما عندكم ينفد وما عند الله باق فتعالوا بنا نختم حلقتنا بهذا الدعاء الرقيق الرقراق من الشيخ عبدالله بدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إني أحبكم جميعا في الله والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد على كل حال لك الحمد على جميع الأحوال أنت ربنا لا رب سواك لا محال اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى وفي علين اللهم بدل عسرنا يسرا وبدل همنا فرجا وبدل ضيقنا مخرجا يا أمان الخائفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلى الإسلام توفنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ولسانا زاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا فاسدا إلا تبت عليه وأصلحته ولا ساحرا إلا أخذته برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالما لا يعلم